اهلا بكم في جعفر توك مع جعفر عبد الكريم الاختلاف بداية الحوار وحوار اليوم حول حق الحضانة في المنطقة العربية بعض الأحيان يظلم الأب وبعض الأحيان تظلم الأم معظم القوانين اليوم في المنطقة العربية مستمدة من الدين لذلك سؤالي أريد حضانة ابني أو ابنتي لماذا يحرمني الدين من ذلك إذن هذا هو سؤالي وأيضا أنتم مشاهدين ومتابعين بإمكانكم المتابعة معنا والحوار معنا على العنوين التي تظهر الآن على أسفل الشاشة لأنكم أنتم أيضا جزء من الحوار أنتم جزء من الحوار وطبعا ضيوفي أيضا اليوم جزء من الحوار وسعيد أن تنضم إلينا من بيروت أم لبنانية متزوجة من الرجل من الطائفة الشيعية في لبنان أخذ منها ابنها بعمر السنتين أهلا وسهلا بك ميرفا جاك مارا أهلا جافر وأهلا بجيوفنا الكرام يا أهلا وسهلا والجدير بالذكر أنه اليوم سأذكر في بعض الأحيان الطائفة لأن بعض القوانين في المنطقة العربية على سبيل المثال في لبنان مستمدة من الدين ولكل طائفة في دائرة الأحوال الشخصية لديها القوانين الخاصة بها على سبيل المثال في لبنان مثلا إذا كنت سني أو شيعي أو مسيحي أرتودوكسي أو ماروني فلكل طائفة هناك قانون خاص فيها إذا تعلق الأمر بالحضانة أو بالزواج أو بالطلاق لذلك سأذكر اليوم بعد هذه بعض الطوائف لأنه حتى الآن ما زالت الطائفة تلعب دورا وسعيد أن ينضم إلينا أيضا من بيروت رئيس المحكمة الجعفرية التابعة للطائفة الشيعية في لبنان رئيس المحكمة الجعفرية في بعبدة أهلا وسهلا القاضي جعفر كوثراني أهلا وسهلا بكم يا أهلا وسهلا بك إذن قبل أن نبدأ الحوار أريد أن أعرض عليكم خمس جمل وأنتم تجيبون فقط لو سمحتم بالنعم أم لا إذن سأقول الجملة وتقولون النعم إذا كنتم موافقون وإذا لأ بتقولون لا والبداية أيضا معك مرفت يجب أن لا تتدخل المحاكم الدينية في حق الحضانة نعم أم لا نعم قاضي نعم أم لا واضح لا يعني أنه بالعكس نحن نؤكد على تدخل بعدين لح نسمع رأيك الإجابة الآن فقط فقط بالنعم أم لا شيخ الإجابي فقط بالنعم أم لا المرأة حق بحضانة الأطفال من الرجل في حال الانفصال أو الطلاق ميرفت نعم شيخ ليس مطلقا يجب أن يكون حق الحضانة مشتركا بين الرجل حاليا فقط بنعم أم لا بعدين لحطيك وقت أنك تتعبر عن رأيك بس حاليا فقط بنعم أم لا يجب أن يكون حق الحضانة مشتركا بين الرجل والمرأة حتى سن 18 سنة السن الرشد ميرفت أكيد نعم قاضي لا قوانين الحضانة في بلدك مشحفة بحق المرأة ميرفت ألف نعم شيخ أو قاضي أنت شيخ وقاضي صحيح نعم أم لا أسئلتك غائمة يعني ما فيك تقول نعم أو لا صحيح سننتقل إلى النقاش بعد ذلك ولكن نريد أن نتعرف على ما تقوله قوانين الحضانة في بلدك مشحفة بحق المرأة نعم أم لا نعم أم لا تحدد أي قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأحوال الشخصية التابعة أي طائفة أوكي نحل لك نحل لك السؤال بحال بحالتك إنت شيخ لا قوانين الأحوال الشخصية التابعة للطائفة الشعية في لبنان ما يخص الحضانة مشحفة بحق المرأة نعم أم لا لا شكرا بعد سن محدد يجب أن يكون للطفل حق اختيار مع أي طرف يريد أن يعيش ميرفت أكيد طبعا نعم شيخ نعم واضح الاختلاف بالرأي بينتكن والاختلاف اليوم هو بداية الحوار والحوار رح يبدأ معكم لكل منكما 30 ثانية ليعبر عن رأيه فيما يخص الحضانة هل على الدين أن يتدخل في هذا الأمر أم لا والبداية معك أنت ميرفت عندك 30 ثانية وسأقول لك متى تبدأين إذن 30 ثانية والعد العكسي يبدأ الآن ميرفت تفضلي لما بد يكون القوانين الدينية تبع المحكمة عم بتحدد أنت انتزع مني حق أمومتي بعمر السنتين أكيد لازم يكون فيها يا تعديل يا أما إلغاء دورة بحرماني من ابني لأنه لما ببساطة بتحرم أم من ابنه بعمر بعده عم يرضى أكيد لا يجوز وقوانين ظالمة بحق المرأة مية بالمية وقوانين ذكورية ونحن ما عم نقول هالحكي بس لنهاجم المحكمة بس لأنه نحن أمهات شكراً لك والآن أيضاً نفس الشيخ معك 30 ثانية لتعبر عن وجهة نظرك أنت تفضل بخصوص بخصوص بحسب القوانين اللبنانية المعمولة عليها وبحسب المادة التاسعة من الدستور اللبنانية التي قضت بتشريع قوانين الأحوال الشخصية وبالتالي على كل طائفة وكل رجل ينتمي إلى مذهب يجب أن يرجع في قانون العائلة والأحوال الشخصية إلى المحكمة التي يتبع لها من الناحية الدينية والمذهبية شكراً لك التشريع له تدخل لأن الدستور والقانون اللبناني أعطاه هذا الحق عليها أنه قطعك 30 ثانية أنت أيضاً انتهت وواضح أنه فيه اختلاف بالأراء وبيوجهات النظر ميرفت اليوم أنت شو قضيتك؟ أديتي أنا إمرأة ما زلت متزوجة من شاب شيعي أنا مضطرة للأسف سمي الطائفة لأنه نحن عم نحكي عن قوانين المحكمة الجعفرية الكريمة فيه اختلاف بينه وبين زوجي لم يؤدي إلى الطلاق ومع ذلك لما أنا ابني احتفلت بعيد ميلاد السنتين طبعه ويا ريت فيني شوي أخذ وقتي بالحكي أنت بتعرف شو يعني أم بتحتفل بعيد ابنها سنتين يعني بس مرتين ما قادرة لا تحتفل ولا تنبسط ولا تقول هلأ بدي يجيني قضية رد حضاني ولا هلأ بالدنيا قدو أو بعدين أنا ابني مجرد ما أخذ السنتين أخذوه مني طبعا أخذوا البي مثل أي وقت بدوا يروحوا يزوروا يشوفوا يعني للبي وقال له بيجيني اتصال أنه الولد ما بق بيرجع لإليك تجهي للمحاكمة الجعفرية وانت شوفي شو بديك تعملي هون طبعا أنا رحت على المحاكمة الجعفرية عند القادة الكريم إيكس وحاولت مرة واثنين وثلاثة تأخذ ما يسميه بحق الرؤية المؤقتة أنا هون سؤالي لما ولد بعمر السنتين أنت بتشيله عم تخطسب طفولته من حضن أمه الأم الله لما خلق الأم هو أنا برأيي ميزة عن الزكر لما زرع لرحم هذا الرحم هذا العدو اللي حطل إياه بجسمه لحتى تحضن طفلة لحتى تعيش مع ولد لحتى تحنس فيه قبل ما يطلع على الدنيا أنا بأي حق وبأي قوانين بجيبشي الولد بعمر السنتين بعده عم يتعرف عملامح أمه بعده بحاجة لحليب أمه الولد بعمر السنتين وما يقول سبحان الله الولد إذا بيبعد عن أمه بجوعه بعده عم تردعه حليبه بدر إذا دقات قلبه ما بتناسب دقات قلبه بتقدر تركلش فيزيولوجيا دقات قلبه لتناسب دقات قلبه كيف يعني أنا بشيل ولد من عمر السنتين فجأة بدون أي سابق قرار وبيخده وبحطه ببيئة جديدة بملامح جديدة بدون أي شيء هذه مشكلتي وطبعاً لحظة جعفر وأنت هون بتكون محظوظ إذا بتاخد رؤية 24 ساعة سألت سؤال بأي حق يتم تنفيذ هذا الأمر سؤالي لك شيخ أنت تابع للمحكمة الجعفرية قاضي فيه بعبدة في لبنان بأي حق بتم أخذ ابن عمره سنتين مازال يرضع ومازالت متزوجة ومتزوجة أولاً الوالدات يرضعنا أولاداننا حولين كاملاً ما في مجال لأنه استمرار الرضاع بعد السنتين من ناحية العاطفي قد واحد يتكلم ويتبنى وجهة نظر الأخت الكريمة مرفت ومتعاطف معه بس من ناحية القوانين وتطبيق الأحكام والشرع لأن هناك مصلحة عامة نوعية تطال كل شرائح المجتمع فلا يمكن أنه تخصيص حالة دون حالة فالقانون عادة يعم وإن كان في بعض الأحيان يتألم الإنسان من تطبيق قانون عليه لكن هذا يعم للحفاظ على المجتمع وعلى الأسرة وعلى العائلة وعلى توحيد الحالة العامة الاجتماعية في كل مذهب هذه نقطة نحن الطريقة والأسلوب لا نرطب لها شيخ يهمني اليوم يكون في حواري يكون في رد وجواب وجواب ورد ميرفت شو ردك؟ أنت ما تقاطعني أنت بتكمل فكرتي أنت ما كملت فكرتي ما بيمشي الحال بدكش تقاطعني وهنا بدي نستفيده جاي نستفيد نحن ما نفيد أكيد بس أنت خلصت الفكرة قلت فكرتك أو اللي لجأوا إليه نعم شيخ أنت قلت فكرتك قلت أن القانون على الرغم من العواطف والتحديات العاطفية لأن القانون الذي يجري وأنه صعب على الرغم أنه تتعاطف مع ميرفت لكن القانون يجري حتى ما يصير فوضى وما في فوضى ما في أي فوضى بالعكس إذا سمعنا لبعض وعطينا حق الرد عشان ما يكون عندي مولولوج عرفت نعطي ميرفت وبعدين لا أعطيك حق الرد كما فعلت معها أيضا يعني لا أعطيك إرجاع أنت ترد وهي ترد كمان ميرفت تفضلي وبعدين بعطيك حق الرد لا أنا ما قلت فوضى لإلك عفوا عفوا لا تعبيري بالفوضى تعبيري بالفوضى أنه تطبيق القانون بده يكون عام ما فينا نعطي قانون على قياس كل شخص دون الآخر القانون بده يعم نعم أنت ذكرت في مقدمتك في شغل أنت أغفلت في هذه الحالة شيخ في هذه الحالة هي مصلحة الطفل ما حدا عم يحكي عن الطفل ومصلحة الطفل هو عشان هيك عتذر هذه الحالة فكرت عم تقول فوضى عن الحوار بعتذر في هذه الحالة وميرفت تفضلي أنت تفضلي ميرفت لا 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 ما قصد لا سمحت 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 الشيخ جعفر لا بدك تسمحلي يعني معروف بحسن لبك وأكيد ما قصده اللي وصل لك جعفر ومعنا جعفرين اليوم نحن محزوزين سمحت الشيخ بدي أسألك سؤال حضرتك قلت أنه تطبق القوانين لحفاظ على مجتمع خلينا يا رب بس أنا بدي أقول لك شكل صغيري صارت معي بناء على الكلمة التي قلته أنا من يومين طلعت سلمت ابني بالمغفر طبعا لأنه أنت بتعرف حسب البروستيجور لما بدي روح سلم ابني حسب الرؤية المؤكدة بدي سلمه عن طريق مغفر مجبرة ما تخبرك أنا الولد قدي نهار وأنا نهرت وبالرجعة طلعنا حالة ابني بعمر سنتين بعمر سنتين ابني شاف أشياء ما لازم تفول أنا هيدا الولد عم عرضه لأترابات نفسية عم عرضه لأترابات نفسية عم عرضه لمشاكل منة طبيعية أي مجتمع بدي يمبنى إذا الطفل يلي هو أساس المجتمع عم يبنى بطفولة نعطي الحق أيضا للشيخ تفضل الشيخ أنا مقاعدة نقطة في خلال بتطبيق وتنفيذ الحكم وتنفيذ الحق أخت مرفة بدي فيه خطأ بتطبيق الحكم أو تطبيق الحق يعني أنه أنت بك تتمارسي حقك وثم تسلمي الحق للآخر أنه المغفر أصلا لا نلجأ إليه والمحكمة لا تحبذ أن يذهب لا الأب ولا الأم ولا الطفل إلى المغفر أن يكون هناك روح رياضي بين مختلفين الزوج والزوج اللي هناك أبوين لهذا الطفل بحيث يستلمان ابنهما بطريقة سليمة وصحيحة عبر أصدقاء مشتركين من نفس العائلة حارسين على ذلك إلا إذا كان هناك مشاكل عائلية كبيرة واستثنائية ورح يؤدي إلى مثلا إلى شيغلة مفاسد معينة يتدخل الدرك لا تسليم الدرك أبدا اسمحوا لي أن أتدخل لأنه نريد أن أعرض بعض لجرافيك حتى يعرف المشاهد اليوم عما نتحدث نتحدث اليوم عن القوانين الخاصة بالحضانة في لبنان إذا نتحدثنا على القوانين الخاصة بالحضانة في لبنان نرى أن على سبيل المثال هناك طوائف مختلفة في لبنان قوانين الحضانة في لبنان يحدد سن الحضانة للأم في لبنان حسب الطوائف إذا تحدثنا عن الطائفة السنية 12 سنة للصبي والبنت تسقط الحضانة عند السن الخامسة إن كانت الأم على غير دين الأب أما إذا تحدثنا اليوم عن الطائفة الشعية اللي هي حال الموجودة عندنا اليوم في الحلقة الطائفة الشعية سنتان للصبي وسبع سنوات للبنت تسقط الحضانة إذا كانت على غير دين الأب أما إذا تحدثنا أيضا على الطائفة الدروز وبالعكس وإذا كان الأب اسمع وإذا كان الأب نعم وإذا كان الأب من غير دين أيضا نحن نحك في حضانة الأم طائفة الدروز 12 سنة للصابي و14 سنة للبنت وأيضا إذا تحدثنا عن الديانة المسيحية الكاثوليك سنتين ثم تقرر المحكمة وفقا لمصلحة الطفل الروم الأرتودوكس 14 سنة للصابي و15 سنة للبنت الطائفة الإنجلية 12 سنة للصابي والبنت وهنا عندي سؤال إليك شيخ إذا تحدثنا اليوم عن الطائفة الشيعية هناك سيدات مختلفات يطالبنا بحق الحضانة لأن الولد يكون عمره سنتين يعني الولد الطفل عمره سنتين وبيأخذ من أمه أي دين أي طائفة بتحكي عن التسامح وبتحكي عن الدين وبتشيل الأبن بعده عم يرضع من الأم يعني كيف الواحد بده يفهم هذا الأمر لك عفوا سؤالك في شوية تسمح لي أنا زيد سؤال على سؤالك أولا ليس الرضاعة حق الرضاعة بدي شيخ جيوبني على سؤالي سؤالي كان واضح جيوبني على سؤالي أولا لا يأخذ الطفل وهو رضيع لا يأخذ الطفل وهو رضيع لأن الوالدات هن أحقوا بإرضاع أولادهن حولين كاملين يعني بس يرضى السنتين حولين كاملين هو أقصى مدة الرضاع بعد الحولين ما في رضاع ثانيا لا يأخذ عنوة معنى عنوة هذه في حالات يسيرة جدا إذا اختلف الأبن على ماذا تستند يا شيخ بالعلم تقاسم حقوق ليس أخذ أولا شوفوا الأعلام أنا أستند الآن أقول لك الأعلام شوية عم يستخدم مغالطات أو مش عم يعرف المصطلحات لماذا أي مغالطات هو تقاسم حقوق حق الأم لحظة مثلا في الأعلام يقول أن المحكمة أو الدين يحرم الأم من أمو ماتيا ما في حرمها من أمو هي أم شاء من شاء وأبا من أبا إلى أن يموت الطفل وتموت الأم هي أم الشيخ لما الولد يتأخذ بعمر سنتين وتنتر سبع أيام لتشوف ابنها لا يأخذ الولد منه لما أنا عم يجيب عني سبع أيام لما الولد أنا عم يتأخذ منه والباية عم يظهر من البيت سبع ونص وبيجيو سبع ونص أنا عم بحكي عن حالتي لما البيت عم يتأخذ سبع ونص وبيجع سبع ونص وين عم يحضن ابنه بينما الأم متفرغة من الصباح لحتى تحضن ابنه أيضا العكس موجود الأم عاملة عندي كثير من القضايا لا لحظة الأم عاملة لأن الرجل لا يستطيع أن يدعمه مديا أيضا العكس صحيح الأم عاملة وتترك وتترك ابنها اللي هو حقها بحضانته عند الأثيوبية عند العاملة أو عند أمها عند ستة شيخ شيخ هذا تعميم في هذه الحالة خلينا بحالة ميرفت شيخ لو سمحت خلينا بحالة ميرفت نحن اليوم عنا حالة عملية عم تعاني منا ميرفت ما عم تقدر تشوف ابنها خلينا عن ميرفت ميرفت تفضلي وبعدين لك حق الرات تفضلي ميرفت لا عم تقدر تشوفه هي عم تشوف ابنها هي عم تشوف ابنها تبقى لا عم بقدر شوفه عم شوفه أنا بالرؤية المؤقتة أنا سؤالي أنا سمحت الشيخ ولكن ولكن بساعات مشروطة أنا بس عم بحكي من ناحية الدين والمنطق والعائل والعلم والدراسة والنفسية لما الأب يأخذ الحضانة ستة أيام والباب بيضهر أو خمسة أيام لنكون عادلين من بعد إذنك بس لحتى قلق القصة عم يأخذ الأب خمسة أيام والأب يومين بالأب عم يظهر من بيته سبعة ونص الصبح بيرجع سبعة ونص على البيت وين بيكون عم يحضن ابنه وأي طفل بعمر سنتين بيظهر بعد الساعة 8 هل هالنص ساعة القب اللي بيقعد فيها مع ابنها هاي كان في إلى معناته أنه عم يحضن ابنه هل الستة اللي هي بعمر متقدم يا استجافة فيتا تمت فضل شيخ هون الحضانة هي المشكلة أنه الحضانة اختلاف في معنى الحضانة يعني أنتو بس الحضانة بالتفسير العرفي عند بعض من الناس أنه هو عملية العاطفة وحضن الطفل أنه ضل حده الحضانة هي عملية تربوية أصلاً نحن عنا بالفق الجعفة الحضانة هي عملية تربوية وساعدت الطفل لأن يبلغ مرحلة عمرية بحيث يستطيع أن يستقل بحياته اسمح لي قبل شوي سألتك سؤال هل نص ساعة كافية لتنشأ تربوية مربطوا شيخ اسمحوا لي شيخ عندي سؤال لأيلك ما جوابني عليه قبل شوي حابب أعرفه منك اليوم الولد عمره سنتين حسب الطائفة الشعية يعطي الحضانة للأب فقط الحضانة حق الحضانة هو للأب حسب ما رقرأنا بالقانون لماذا فقط للأب وبأي سبب يبرر أنه يحرم من أمه والأكثرية تكون للأب هون حق الحضانة بحسب المصر الشرعيين معقول عليه لدى الفقهاء إلى سنتين لا إلى سنتين هون بصير مسؤولية الأب هو أولوي أن الأب مسؤول بحسب القانون لماذا؟ الآن في حالات خاصة في حالات استثنائية لماذا؟ هون في تشريع على ماذا يستند هذا التشريع؟ بالنسبة للولد الذكر لعله ذكروا أن هناك على ماذا يستند هذا التشريع؟ على نصوص وردت عن الأئمة عليهم السنة وردت هذه النصوص عن الأئمة عليهم السنة وهل هذه النصوص بس متوفرة عند الطائفة الشعية؟ ميرفا تسأل هذه بس متوفرة عند الطائفة الشعية؟ لأنه يختلف لأنه تعرف أنت المذهب السني لا يعترف بهذه النصوص طيب بس في سؤال جوهري في سؤال جوهري لا يعترف نعم كما أنه نحن لا نعترف كثير من النصوص لديهم لا يعترف هذا اختلاف في الاجتهاد بس شيخ هذا اختلاف في الاحكام الشعية كيف تأخذ لدى كل مذهب؟ في سؤال جوهري محيرني يا شيخ وأيضا يا ميرفا لماذا يعني الطفل إذا عمره سنتين إذا كان من الطائفة الشعية أو من الطائفة السنية أو من الطائفة أو أهل ملحدين أو إذا كان من أي طائفة ثانية لماذا بيختلف حسب الطائفة ما زال هو الطفل يعني الطفل بيولد ما عنده دين بياخد دين أهلو عيما جعفر فلماذا لماذا في هذه الحالة يعني الطائفة الشعية بالبلاد العربية تختلف عن الطوائف الأخرى أنه يكون في سنتين لماذا في نزيد سؤال صغير محيارني كثير هون امتزام انت لما أقول طائفة الشعية يعني اتميزت بفقهك والتزمت بمنظومة طيب بس فيه كمان شغلة فيه اتفاقية سيداو السؤالة مين بدنا نظام بالحكي ولا لا انت أشكالت وما خلت تفضل جاوب اي تفضل تفضل شو السؤال اي سؤال نحن قلنا اذا كان دياني طائفي طائفي سؤال تفضل اي لك شيخ جعفر سؤال اي لك كيف ادي احكي كيف ادي نظام افكاري قلنا انه نحن مهتزمين بقانون وبشريعة صحيح وهذا الفقه لا يمكن ان تتحاكمني بناء على بناء على مبادئ وقيم لدى طواقف او مذاهب او ديانات اخرى صحيح لان اتصر تناقشني باصل الفقه الجعفر نعم فيك تناقشني اما تناقشني ليش بهذا النقطة حكم هيك و بهذا النقطة حكم هيك ما فيك لانه الفقه هو منظومة متكاملة منظومة متكاملة اذا كان اقنع enders قانون منظومة متكاملة انا بقولك شغلي مثلا نحن عند الفقه الجعفر عند الفقه الجعفر اذا مات الاب اذا مات الاب الحاضنة هي الام الوحيدة بينما بالفقه السنية اذا اخبره اذا غيره اذا مات الاب الاء اذا مات ايلاح حضنة طيب بس teilweise وإذا تجاوز 12 نحن ما بيروح للجد أبدا اتنين عندنا الحضانة من الخطأ أن تجعل الحضانة لحظة نكمل في منظومة متكاملة اتنين إذا بلغت البنت تسع سنوات تختار من إلى من تذهب إلى الأم أو الأب أو إلى الخطأ أو الجد إذا بلغت رشيدة تسع سنوات وكذلك الولد ما علي حضانة في عندي طلب بس في عندي طلب منك شخ أنه ردلي جاوب جاوب على سؤالي جاوب على سؤالي سألتك أنا على ماذا يتم الاستناد أنه قرروا سنتين عند الصبي وقرروا تسع سنوات عند البنت إذا صحت تختار ما خليتوني كمل ما خليتوني كمل ما تقول الوقت أنت عم تحكي بس جاوبني على السؤال أهل البيت عليهم السلام حدد أي سؤال بدك سؤال ليه على أي أساس قررت أنه الصبي على سنتين على ماذا استندتم على أي أسس علمية استندتم أنه صحة الولد في هذه الحالة وهناك اجتهاد هناك اجتهاد هناك اجتهاد لدى الطائف الشيعي هذا الاجتهاد يمتلكه المراجع المرجع الأعلى للطائف الجعفري عنده فقه يكتب فقه في باب الحضانة استند إلى روايات ونصوص تعتمد عليها الفقه الجعفري في كتاب وسائل الشيع أو في كتب أخرى استندوا على أنه في حال اختلاف الأبوين في حال اختلاف الأبوين وافتراقهم تكون الحضانة كيت وكيت هذا هو طيب ميرفات تفضلي تفضلي ميرفات استاذ جعفر استاذ جعفر من حق المهم أنه بقلت بلد معين مرجع معين طب لما بإيران الحضانة لعمر العشر سنين ولما بالعراق الحضانة لخمستعشر سنة ولما بلاد الشام الحضانة لتنعشر سنة طب فينا نعرف هالاجتهاد مين المرجع طبعه أي بلد من البلاد وهل هالسنة لا تعترف بمراجع أهل البيت أو بما ذكر في هذه المراجع التي تفضلوا أهل البيت بعد عندي بس سؤال لو تسمح لي الشيخ جعفر شايخنا الكريم على ثلاث نوقات اللي أنت قلتهم وقلت أنت أنه الفكه الشعفر يقول أنه الحضانة للأم لأسباب معينة أنتوا استندتوا عليها طب لا سمح الله إذا توفى الوالد مثل ما أنت قلت فجأة بعد شهر هل من المنطق أنه بتصير الأم دغري مخولة مخولة أنها تربي الولد بعد ما شفتوها بالأول أنها غير مخولة تربي الولد في حدا يجاوبني على هالثلاث أسئلة؟ لم نقل غير مخولة الكلام لا هنا الإشكال الأول خلينا نبدأ من الأخير إعطاء الحضانة بسن معين للأب ليس معنى ذلك انتزاعه من الأم أنها ليست مخولة هي بالعكس هي مخولة بما أنه صار في تنازع على الحقوق فصار الأولى بهذا السن هو الأبهك هذا الفقه هي نص لكن إذا توفي الأب تكون الأم هي الحقوق لا أحد غير الأم هي حقوق وكذلك عندنا مسألة 18 سنوات في إيران ليس صحيحا ليس صحيحا عم نحكي بنفس الكلام عم نبرم طول الوقت بنفس الكلام عم يكون ميرفات وشيخ عم نوصل طول الوقت بنفس الكلام رد وجواب رد جواب حول مشكلة أساسية في اتفاقية سيداو اليوم موجودة أنا بدي أعرف ميرفات لو سمحت شويل لأنه عم يصار رد وجواب بس في اتفاقية سيداو هداني للعشرة والعراق على شو مستندين ببساطة بدي هذا الجواب ميرفات مش ملزم بخد العراق مش ملزم مش ملزمين بقوانين دول أخرى بس خلوني يسمعوني شوي الشيخ ما عم يرد الشيخ عم يوصل لمرحلة ميرفات ميرفات الشيخ عم يوصل لمرحلة وعم يقول أنه هيدا الفقه وهيدا هو كما يقول هيدا الفقه ما عم نتقرب لخطوة تانية بدي دخل أنا زاوية جديدة من الحوار لبنان اليوم ماضي على اتفاقية سيداو إذا شفنا الآن اتفاقية سيداو اتفاقية سيداو يلي هي بتقضي على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعني منح الرجل والمرأة نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبا وين بغض النظر عن حالتهما الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال للاعتبار الأول هذه اتفاقية سيداو يلي تقضي على جميع أشكال التمييز أيضا ضد المرأة شيخ واضح أنه أنت اليوم باقي عند رأيك لأنه بقول هذا هو الفقه طب ممكن يتم فصل الدين ويصبح هناك قانون مدني ليه بده يروح عند الدين يروح عند الدين وليه بده القانون المدني يلي بيجري على أساس حقوق الإنسان وعلى أساس حقوق المرأة هل بتوافع على هذا الأمر؟ أنا ما عندي مانع من على الصعيد الشخصي أصلا ما عندي أي مانع ولا أقف بحرية أحد وأنا ببعض المقابلات طلب ومقلت له أن تقدروا هذه المرأة أنها جعفرية لو أرادت أن تختار مذب آخر فلتختار لا أحد أصلا يقف في طريقها لكن لما لجأت إلى المذهب الجعفري وصارت جعفري فالتزمت بكل القوانين بكل ما لها وما عليها أولا ثاني هذه التفاقيات التي تذكرت عنها الدولية نحن مش معنيين فيها إلا بمقدار ما الدولي اللبناني هي تفرغ علينا كدولي نعم ونحن ملتزمين من قانون العام للدستور اللبناني عرفتشو؟ أنا لما عندي أم لما عندي أم بحالة ميرفت هي من الطائفة السنية ولكن تزوجت شيعي فأصبحت تابعة للمذهب الشيعي بموضوع الحضانة لما عندي أم وفي أمها التانية في نادين الجوني ماتت بحادث سير وهي تناضل من أجل حصول على حق حضانة ابنها في قبلها فاطمة حمزي كمان أدي عملت لتوصل على حق ابنها في أيضا الكثير والكثير من السيدات من السيدات اللي عم يحاولوا يحصل على حضانة ابنها وعم يتقل في الصعوبة بتنتقل هذه كلها طب ليه مازال الطائفة ميرفت بس إياه مازال بدي أعرف أنا شغل ليه غير صحيحة أجل الحقيقة كاملة الأعلام ميرفت لما عم يذكر الحقيقة كاملة في صلح ready echo إلى الأعلام عنده هدف معين عم عنده هدف ما عند شو هو الهدف شو الهدف إن نادين الجوني الله يرحمه وغيره من самом شو الهدف شيخ جوابني على الهدف أولا هي أصلا ما كان دا أي مشكلة جوابني على الهدف ما عند دا أي مشكلة جوابني لوصل أحمق على الهدف معه كالو لزها استاذ جافر أنا بعرفها على صعيد الشخص في جمعيات نحن إلي شو الهدف انت عم تقول فيه هدف هدف هنبي يعرفوا شو الهدف هلأ عندي أنا برنامجي أنا عم بحكي عن برنامجي عم تقول فيه هدف شو الهدف طبعنا شو الهدف طبعا أنت عندك إعلام هدفك صح والجديد عنده هدفه مش هدف سؤالي والفضائف. السؤالي أنا بحكي اليوم عن نفسي. شو هدفنا يحنا. شيخ أنا اليوم بحكي. أنت عم تقول الإعلام. أنت اليوم عندي في بي برنامج يتابعلي قناة دولتش بلي. تهدفكم بس أمور عاطفية و خاصة فيكم. ما عم تنظر لبقية المجتمع. لاحظة لاحظة. المختلفين والذي بتنازع الحظة لكي يشبه المجتمع. هنه 5% 5% بس عندك 95% مجتمع شيعي مستقر. العائلة مستقرة ما فيها المشاكل. 5% عنده مشاكل حضاني وإلي 95% من المجتمع الشيعي مستقر خلينا ننتقل عشان 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 حتى لو حالي واحدة هي حالة كثيرة لو أم واحدة عم تعاني أو أبعا بعاني هي حالة كثيرة خلينا ننتقل لنشوف أنه اليوم ميرفاة اليوم ليست الاستثناء بل هناك أمهات أكثر دايماً بيتظاهروا قدام المحكمة الجعفرية في بيروت ليوصلوا صوته ننتقل من هنا إلى بيروت والتقرير بس هل قدش عددون نسبة الكثيرين اللي ما عندهم أي مشاهدة موالولاد والأمهات ما بتحرّق عمامات موالولاد والأمهات ما بتحرّق عمامات ما بتحرّق عمامات اسمع يا مفتي اسمع اسمع يا مفتي اسمع أضانة ابنين أحترشاء إذا استمعنا إلى هذا الأمر بس طالما شيخ بس جوابني على السؤال يعني أول شي قلت فيه أهداف بعدين غيرت قلت لا ما فيه أهداف جوابني بس على سؤالي إذا فيه أم لا لا ما غيرت بالعكس بالعكس ما غيرت ما غيرت كل إعلامي كل إعلام مثلا الجديد كنت عم تحكي مرة وتقولوا حرمة الجوني من رؤية ابنها والحال كان ابنها يظهر معها في المظاهرات وكان موجود بالعزة وكانت تشوفه كان في مصالح هي وزوجة بالمحكمة الشرعية عملوا مصالحة فأني ماش مسألة الرؤية ما حدا ممنوع من الرؤية الكلام بسن الحضاني بالعكس الكلام بسن الحضاني أخذت علي لأيلي بسن الحضاني مش عنا شكرا أستاذ جافر أخذت علي لأيلي أنا هو السؤال فضلي فضلي أستاذ جافر أنا آخر سؤال بقوله بس ولا أخذت إجابته من كل هالحلقة لما هالأحكام الجافرية لن بتعترف بالاتفاقات الدولية ولا تبعى لإيران ولا تبعى للعراق لأنه قلنا بإيران الحضاني للعشر سنين وبعراق لخمستاشر سنين ولا بلاد الشيم وما بعرف هالإجتهادات أنا سؤالي هالإجتهادات يلي تحرم ولد بعمر السنتين من عمر السنتين من إبل أمه إذا مش تبعين حضرة الشيخ إذا مفروض تقلدوا يا إيران يا العراق يا للشيم لما العراق في إجتهادات عمنة الحضاني للعشرة والعراق لخمستاشر شو اللي بيبنع هون بين الإجتهاد؟ ما بنقل الدول أطائف الجافرين ما منعوا لبعض لا تقل الدول هذا الخطأ نحن نقل الدول لا 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 تحدي اليوم لا تحلوني أسأل السؤال أستاذ عفر آخر سؤال اسألي ميرفر كيف المانع أن يكون في إجتهادات؟ ما المانع إذا ما صار في إجتهادات يصير في أخض السائلين نفسيين يدرسوا كل حال بحالتها؟ طيب تفضل شيخ آخر عندك 30 ثاني ترت بد نتقل ضيوف الآخرين لا إشكال الأخة ميرفر الكريمة أنه باب الإجتهاد مفتوح ولا مانع من أخذ الحالات النفسية للطفل والأبوين ولا مانع من الاعتماد على الأخصائيين نحن في هذا الصدد أصلا نحن في حالات استثنائية يا شيخ ولم تنفذ بعد ميرفر شكرا لك والدول لا يمكن أن ننتزم الدول خلي كلام لا إلي يا أستاذ جعفر كلام لا إلي بس ما بتجاوب على السؤال حضرة الشيخ حضرة الشيخ ما بتجاوب على السؤال عم أيد بعض الأمور عم قول إجتهاد إذا بتأيد بدي جاوب مثل ما بدك أنت مثل ما رأيك وقناعتك لا أبدأ أنه تجاوب على السؤال إذا هذا الأمر لأننا من بداية الحلقة للآن بتقول لي هذا هو الفقه إذا هذا الفقه يعني ما في نيقاش فيه إذا أم عم تعاني وفي أمهات تانين عم تعاني منخليهم عم بيعانوا منخليهم موجوعين منخليهم تعابنين لأنه هذا هو الفقه يعني الفقه على حساب أوجاع الأمهات وعلى حساب أوجاع الأطفال أنت عم تضرب على الوتر العاطفي الحساس ليس لا هذا واقع يوميا يا شيخ هذا واقع يوميا هذه هموم هذا أمهات عم تعاني حتى إذا كان أب أو أم ولكن هو عم يعانوا أستاذ جافر فيني أسأل سؤال واحد بعد أنت بدايت لحديث ذكرت بس أبو أم في زميلي مصلحة وحدة مصلحة وحدة للطفل أن يكون بعمر سنتين بعيد عن أمه في مجال بس تعطيني مصلحة وحدة للطفل آخر سؤال فعلا لأنه عندي تحدي اليوم بالحلقة لأنه بدأنتقل لضييف التانين مصلحة وحدة أنه بسنتين يروح عند أمه مصلحة وحدة تفضل شيخ مصلحة وحدة كما أنه كما أنه البنت تبقى سبع سنوات مع أمها لمصلحة لها لأنه لأن البنت أوفق بأمها الولد أوفق بأبيه يا أستاذ جافر عن الصبي الولد أوفق عن الزاكر لا أعطيني مصلحة ما تقل لي ما تقل لي نصوص إلي ليه ممكن يكون في استثناء عندك بحالتك أنا ما بعرف حالتك بالضبط شيخ عطيتك حق الرد وما ذلك لم تجيب عليها عطيتك مصلحة وحدة للذكر أنه ليه بياخدوه عمره سنتين من الأم أنت يا جافر أنت ما بحقلك تعلق لأنه أنت بس بدي أحكي بتأكد تحكي بس هي بتأكد تحكي يعني الجواب اللي بدكن يا أنت بتأخذوه فقط عطيني مصلحة أستاذ جافر عطيني مصلحة وحدة ولو عارف المقابلة هيك مصلحة أنا أقول لك أنت مش مقتنى عملك المصلحة أن الولد الولد أوفق بأبيه الذكر أما الأم أوفق بأم لماذا لماذا لأن الولد لأن الولد ينشأ ويتربع ويترعرع بين أبواه هي الأصل ما في أي إثبات علمي ليس هناك أي إثبات علمي لهذا الأمر ما في أي إثبات علمي لهذا الأمر وإذا كانت الأم قبليني أن تمدي إنها لن تتزوج كيف يستقل الرجل كيف بدك تصنع الرجل أنت الولد الصبي الأم مدرسة الأم مدرسة الأم مدرسة إن عددتها أعدادت مجتمع كامل يا أستاذ جعفر الأم مدرسة الأم مستشفى إذا مرت ما عم ننكر هذا الشيء هذا عمر آخر يا أخي يا حبيبي هذا عمر آخر علي أن أقاطع هذا الحوار لأنه اليوم في تحدي كبير في تحدي كبير في هذا الحوار ولكن علي أن ننتقل إلى الضيوف الآخرين من لبنان أنتقل إلى ضيفي الآن يلي موجود معي في الستوديو وأهلا وسهلا بك تأخرنا عليك باتريك أهلا وسهلا باتريك هونيك أنت ألماني تزوجت في كوبنهاجن من امرأة هندية بس كنتوا تعيشوا في الإمارات العربية المتحدة تعيشتوا هناك خلفت ولد وبعد ذلك يعني أخذ الاتجاه مختلف آخر هذه المرة الأب هو يلي عنده تحديات كبيرة خلينا نشوف هذا التقرير وبعد ذلك نتعرف أكثر على باتريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تشوف ابنك لبس فقط لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع كما رأينا في التقرير بتسافر من ألمانيا على دوباي لتقدر تشوفه عشان القانون اللي بيجري هو القانون المحلي كما شفنا في الإمارات شو اللي بيطالب في أنت اليوم؟ المطلوب واستنادا إلى الحوار السابق أيضا أن نركز على مصلحة الطفل بعيدا عن الواطف وبقية النقاشات ونسأل أنفسنا دائما ما هو الأفضل للطفل وطالما ليست هناك أسباب ضد الوالد أو الوالدة فيجب أن يكون هناك حضانة مشتركة بين الوالدين ويجب أن يكون هناك حق مشترك للوالد والوالدة أن يروا الطفل إذا إذا العينة القانون المحلي اللي بيتم الاعتماد عليه في الإمارات العربية المتحدة قانون الحضانة تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثة 11 سنة ما لم ترى المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثة إذن إبنك اليوم شوفنا عمرو سنتين إبنك عمرو حوالي سنتين موجود عند إمو لأيكم عمرو 11 سنة ساعة بتم أخد القرار إذا ممكن يجي عند بيو أنت اليوم بالطالب يعني بالطالب أنك تاخد الحضانة لنفسك أو تاخد الحضانة تكون سواسية ما أطلب به هو أن يكون هناك حق مشترك بين الوالدين لتعامل مع الطفل والخلاف القانوني يجري في الإمارات ولكن وفقا للقانون كما قلت أنت للأسف فالولد يبقى إلى عمر معين عند الأم وحدها لكن أنت اليوم ألماني وهي هندية بالإمكانية أيضا أنه حسب الأجانب يتم تنفيذ القانون بلد الأهل يعني في حالتك أنت أو في حالتها هي الهند أو الألمانيا لأنه في حالي حصلت تم تنفيذ القانون الإسباني لأب إسباني وأخذ حق الحضانة أو بالتساوي مع زوجته هناك خصوصية في قانون العائلة الإماراتي أنه يمكن تطبيق قانون الوطن لأحد الوالدين في حال طلب ذلك وهذا يحصل فقط بشروط صعبة للغاية يعني يجب ترجمة القانون وتقديم الترجمة للمحكمة هذا التحدي الأول والتحدي الثاني هو أن تعمل المحكمة وأن يعمل الحاكم أيضا أو القاضي ويجب على المرء أن يقنع القاضي أن يلتزم بالقانون الأجنبي هل هي السلطات الموجودة في الإمارات لأنها تنفذ القانون الخاص بها أم السلطات الألمانية لأنها يحقلك أنت أيضا لأن تستند إليها لكن لا يوجد تواصل إذا صح التعبير مع القوانين الدائرة الحالة الخاصة بالإمارات حاليا الوضع هو كالتالي مثلا عندما قالت أم ابني لا أريد أن تتعامل مع ابنك من الآن فتوجهت للمحكمة وقلت لهم هذا هو الوضع أنا أمنع من رؤية ابني ساعدوني فكرت الخطوات الأولى صعبة للغاية القضية الأولى رفضت من المحكمة نعم في الإمارات وكل الأشياء التجري هناك في المحاكم فقط وفقط بعد الاعتراض مني وتقديم الشكوى فقط عندها سمح لي بأتعامل مع الطفل كل يوم سبت كل مرة ساعتين لمدة شهر شفنا في الحالة الأولى وجع أم لا تستطيع أن ترى ابنه إلا لساعات معينة في الأسبوع اليوم نرى وجع أب لا يستطيع أن يرى ابنه إلا لساعات معينة شو أصعب شي لإلك اليوم لما بس عم تشوف ابنك لساعات معينة الأصعب أنني لا أعرف كيف حاله ماذا يفعل أثناء الأسبوع أنا لا أستطيع أن أربي حسب ثقافتي أو أن أعطي شيء من ذلك على الأقل أن تحدث معه باللغة الألمانية لا أستطيع أن يزور ابن عائلتي في ألمانيا لا أستطيع أن أخذه إلى ألمانيا مثلا كل ذلك لا يسمح به من قبل المحكمة والآباء مثلا لا يسمح لهم أن يسافروا مع الأولاد بينما يسمح بذلك للأمهات وهذا غير جاري للآباء يشاهدوا أشخاص منكم مختلفة للمنطقة العربية ماذا كلمتك أنت التي توجهها اليوم للسلطات في الإمارات أو للقضاء الإماراتي؟ في الإمارات الوضع هو في طور الحركة كانت هناك قضية ذكرتها لأب إسباني أنا أعرفه شخصيا أيضا فخلال ثلاث سنوات حصل على حق الرعاية المشتركة بعد ثلاث سنوات القضائية في الإمارات لا الإمارات ما هو؟ أن يستمروا في هذا الخط فالولد هو للوالد والوالدة ويجب أن ينظروا للقضايا على هذا الأساس وأي والد يريد أن يتعامل مع أطفاله أيضا يجب أن يسمح له بذلك أن يكون هناك حقوق متساوية للوالد والوالدة بما في ذلك السفر والحصول على الجوازات من أجل أن يتعلم الطفل الثقافة الأخرى شكرا لك لوجهودك معنا وعلى أمل أنه قريبا تتلقى أيضا مع ابنك ويكون فيه تراضي بينك وبين زوجتك طبعا دايما لمصلحة الطفل شكرا هل تقول جملة أخيرة؟ شكرا شكرا على هذه الإمكانية أتمنى جدا أن تتحرك الأمور عن طريق إثارة هذه القضية هنا في البرنامج من أجل أن نتوصل لحال مردن في المستقبل من حالة تخص الإمارات ننتقل الآن إلى حالة تخص شيخة إماراتية ولكن هذه المرة تعيش في قطر وحسب ما تقول أن القوانين القطرية هي التي تظلمها دعونا نتعرف على قصة الشيخة هند تعالي من اضطهاد وظلم شديد أنا صار لي تقريبا ثلاثة أربع سنين أطالب حق الأمومة والحضانة الطفلي الذي أخذ من المدرسة في الإمارات أخذه أبوه وسافر ومنع عني لمدة ثلاثة أربع سنين اشتركوا في القناة كيف قضية صار لأكثر من ثلاثة سنين في قطر وتحفو أيقان من هذا ترجمة نانسي قنقر أطالب المجتمع الدولي أن يساعدني أني أخرج بابني من قطر أنا مش عدوة أنا وضعي مش سياسي ولا ديني ولا عرقي ولا شيء أنا بس أطالب أن أنا راحتي وعيشتي لي والأبني في الإمارات إذن تعرفنا على قصة الشيخة هند القاسمي وهي من الإمارات تعيش الآن في قطر في الدوحة أهلا وسهلا تنضمي إلينا عبر الهاتف تسمعيني أهلا يا أهلا يا أهلا شفنا التقرير تعرفنا على القصة كاملة اليوم ما الذي يقف في وجه أنه اليوم تحصلي على حضانة ابنك ما أدري الأن أصار لي أحيانا أنا مطلقة من الإمارات من 2017 شهر واحد قبل الحفار الذي صار أو المقاطعة التي صارت من دول الخليج وقطر أنا ما لدي ذنب في اللي حفار وأنا قضيتي من قبل هالشيء وأنا أساسا انفصلت من زوجي قديا قبل هات سنتين ولكن تلاقيك اليوم معترف فيه في قطر للأسف لا طيب اليوم ماذا تطالبين لأنه شفنا أستك كاملة في التقرير لكنه بس عندي بعد وقت أصير جدا اليوم ماذا تطالبين كشيخة إماراتية بماذا تتوجهين لزوجك من العائلة الحاكمة في قطر بماذا تتوجهين وماذا تقولين لهم شو مطلبك كأم مثل ما هو من الأسرة الحاكمة أنا كذلك من الأسرة الحاكمة ومثل ما أنا أمه هو كذلك أبوه لكن هذا ما يعطني الحق أني أحرمه من أبوه يعني من ولده مثل ما هو حرمني كان ممنون حتى المقالمات بينهم بين ولدي وأنا حتى يعني كنت أضطر أني أخوي صفحات إلكترونية وهمية عشان أحاول أني أوصل حق إبني عبر الإنستجرام طلبك؟ شو طلبك؟ شو طلبك؟ شيخة هند شو طلبك؟ لأنه بس عندك 30 ثانية للأسف أنا بعتذر بس شو طلبك للسلطات القطرية؟ شو طلبك اليوم؟ لأنه هن أعين موقفين أبغي أرجع الإمارات مع إبني شو بتليلون؟ أبغي أرجع الإمارات مع إبني يعني بحفظ عيني بسلام أنا مش أجوه أنا بس أطالب إبني يرجع معي إلى الإمارات أنا إبني كان عايش بلا جواز عايش إلى الآن بلا جواز ولا هوية شكرا شكرا لك علي أن أنهي آسف جدا لهذا الأمر لكن علي أن ننهي لأنه من قطر أنتقل إلى المغرب وآسف جدا أنه ما عنا وقت كتير بس بدي مهم لإلي أن أعطيك الصوت خديجة العمراني أم مغربية فقدت حضانة أبنائها بعد زواجها الثاني شو الطلب الأساسي اللي عندك إيه اليوم خديجة على أمل يكون عندنا حلقتين يتحكي أكثر طلبك اليوم شو هو؟ أنا طلب اليوم هو أن القانون يتغير هو أن القانون المغربي الفصل 173 174 175 من المدونة أنه يتم تغيير هذه القوانين لأنها أصبحت غير دستورية وغير مطابقة للدستور المغربي الذي جاء في 2011 هذه القوانين اليوم لا يعقل أن تمنح الحضانة للأب وأن تحرم الأم من أبنائها ابتداء من السنة السابعة للأطفال أنا اليوم أقول بأنه يجب أن تصبح يعني يكون تغيير وأن تكون عشر سنوات مع الأم مهما كانت حالتها الزوجية يعني تكون متزوجة أو لا يعني عشر سنوات وابتداء من عشر سنوات أن يتم تغيير يعني أسبوع أسبوع يكون أسبوع للأب وأسبوع للأم شكرا جزيلا شكرا لك ونعتذر أنه بس هارت وقت تصير لكن الحلقة واضح أنه في نقاش حول هذا الأمر شكرا جميع ضيوفي كل واحد منهم يعبر فقط عن حالته في بعض من المواضيع والجرافيك والمعلومات ما حتى نيعا بالحلقة بس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا راح تشوفوها القوانين الخاصة في كل بلد إلى اللقاء دايما في حوار الاختلاف هو بداية الحوار إلى اللقاء شكرا لكم شكرا شكرا شكرا